لم تتخيل يوماً أنك تستطيع استخدام الذكاء الاصطناعي مباشرةً في محادثاتك على واتساب؟ تخيل أن لديك مساعداً ذكياً يرد على رسائلك، يقدم لك الأفكار، ويساعدك في كتابة النصوص أو تنظيم مهامك اليومية. في هذا الفيديو، سأكشف لك السر وراء استخدام مايكروسوفت كوبايلوت على واتساب. وكيف يمكنك الاستفادة منه لتسهيل حياتك وجعل محادثاتك أكثر ذكاءً وسلاسة؟ وإذا شعرت أن هذا الفيديو قد أضاف لك شيئاً جديداً أو حتى أثار فضولك، فجرب الضغط على زر الإعجاب، واشترك حتى لا تفوتك أي تفاصيل تقنية جديدة. وإذا كانت لديك فكرة أو سؤال يخص الذكاء الاصطناعي، أخبرني في التعليق، ربما تكون هي موضوع الفيديو القادم. والآن دعونا نبدأ رحلتنا خطوة بخطوة. أولاً، ستجد في أول تعليق رابطاً خاصاً. بمجرد النقر عليه، ستظهر لك صفحة جديدة تحتوي على جميع التفاصيل التي ستحتاجها. ستظهر لك الصفحة كما تراها الآن على الشاشة حيث توفر لك جميع المعلومات الضرورية لبدء استخدام مايكروسوفت كوبايلوت على واتساب. ما عليك سوى أن تضغط على الجملة الموضحة أمامك، والتي ستوجهك مباشرة إلى الخطوة التالية. هذه الخطوة تتضمن اختيار إصدار واتساب الذي تستخدمه، سواء كان واتساب العادي أو واتساب الأعمال. هذا الاختيار مهم، لأن بعض المميزات قد تختلف قليلاً بناء على الإصدار الذي تختاره. بعد اختيار الإصدار المناسب لك، ستلاحظ ظهور رسالة منبثقة على الشاشة تطلب منك متابعة الدردشة. هذه الرسالة هي بمثابة تفعيل للذكاء الاصطناعي على حسابك. كل ما عليك فعله هو الضغط على زر المتابعة، وستنتقل مباشرة إلى دردشة مع الذكاء الاصطناعي، حيث سيصبح لديك مساعد شخصي ذكي يمكنه التفاعل معك على مدار الساعة. والآن، بعد أن وصلنا إلى هذه المرحلة، لنبدأ باختبار إمكانيات هذا المساعد الذكي. سنسأله بعض الأسئلة، ونطلب منه بعض المهام، لنرى كيف يتجاوب معنا، وما هي قدراته الفعلية. هل يمكنه كتابة رسالة احترافية؟ هل يستطيع مساعدتك في تنظيم مهامك اليومية؟ سنكتشف كل هذا وأكثر في هذا الفيديو. لذا، استمر في المشاهدة حتى النهاية، حيث سأشاركك بعض الحيل والنصائح لجعل تجربتك مع الذكاء الاصطناعي أكثر فعالية وسلاسة. والآن، والآن بعد أن وصلنا إلى هذه المرحلة، لنبدأ باختبار إمكانيات هذا المساعد الذكي. سأبدأ بسؤاله، كيف يمكنني تنظيم مهامي اليومية بشكل أفضل؟ بمجرد إرسال السؤال، سترى كيف يبدأ الذكاء الاصطناعي بتحليل طلبك والرد عليك بإجابات مدروسة. قد يقترح عليك قائمة من الخطوات أو يقدم لك نصائح فعالة لتنظيم وقتك وإدارة يومك بشكل أكثر إنتاجية. مثلا، قد ينصحك بتقسيم مهامك إلى أولويات أو استخدام تقنيات مثل قاعدة الدقيقتين أو مصفوفة أيزنهاور. وهذا مجرد مثال بسيط. يمكنك أيضا سؤاله عن أمور أخرى مثل كيفية كتابة بريد إلكتروني احترافي. بعد أن جربنا معا كيف يعمل مايكروسوفت كوبايلوت على واتساب، أعتقد أنك قد أدركت حجم الفائدة التي يمكن أن يقدمها لك هذا المساعد الذكي. سواء كنت ترغب في تنظيم يومك أو تبحث عن حلول سريعة لمشاكلك أو حتى تحتاج إلى أفكار جديدة ومبتكرة، فإن الذكاء الاصطناعي بات أقرب إليك من أي وقت مضى. إذا شعرت أن هذا الفيديو قد فتح لك نافذة جديدة نحو عالم الذكاء الاصطناعي، فلا تتردد في أن تكون جزءا من هذا المجتمع. اشترك في القناة لتبقى على اطلاع على أحدث الأدوات والنصائح التقنية، واضغط على زر الإعجاب إذا وجدت أن هذا الفيديو كان مفيدا لك، وشاركنا في التعليقات. ما هو أول سؤال ستطرحه على مساعدك الذكي؟ دعونا نرى إبداعاتكم، وتذكر المستقبل هنا ونحن نصنعه معا.